لازم الحالة دي تكون موجودة حالة الوعي لبلدنا حالة الوعي للاستقرار جوه البلد حالة الوعي للمشاكل اللي جوه البلد والكيفية حلها هذه المشاكل محدش هيقول لحضرتك انه ما عندناش مشاكل ولا بنصدرلك كمواطن ولا انا واحد بشتغل في المهنة مش هتصدر لحضرتك انا قاسف يعني وشة كده ولك لا ما فيش لا في مشاكل وفيه اجراءات بالتم وفيه استغلال لمست هذه المشاكل لخلخالة العلاقة زي ما قول لحضرتك تاني اللي كانت موجودة قبل كده واللي الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين ربنا حمى هذه البلد وقامت واستقرت والدنيا مشى عدينا المشاكل الاخرى اهو المشاكل ده هتتحل هتتحل والامور هتتضبط باذن الله ان اجلا او عاجلا الامور هتتضبط حردك هتقول لي الله ازاي لا الامور هتتضبط فيه دولة فيه مؤسسات فيه حكومة وفيه تغيير قادم للحكومة وفيه دورة جديدة لسيادة الرئيس بعد نجاح في الانتقابات الاخيرة انتقابات الرئيسية الاخيرة فكل ده احنا ماشيينه بمراحل كده لكن مش معناها ان انا استغل مشكلة او استغل بعض المشاكل اللي في البلد اللي كل دول العالم فيها مشاكل كل دول العالم فيها انا مش هقول لها حدودك دولة بعينها كل العالم فيه مشاكل مشاكل من اول كرونا مشاكل من اول الحرب الروسية الاوكرانية كل ده مؤثر على العالم مش مؤثر علينا احنا بس اضافة الى بعض الاجراءات اضافة الى حتى الموضوع بتاع البحر الاخمر واثر على الداخل بتاع قناة السويس هو الدولة اللي قامت قالت عايزين مشكلة في البحر الاحمر عشان تأثر على ايراد قناة السويس قناة السويس هل تأثر تقريبا ب400 مليون دولار او 500 مليون دولار يعني تقريبا احنا بنتكلم في رقم بالنسبة لدولة مواردها محدودة بالنسبة للعملة الصعبة انت عندك تلاقي سياحة قناة السويس المسلم بالخارج والتصدير والتصدير عندنا شوية بعافية ان شاء الله بإذن الله يبقى على مصره متقدم في الايام القادمة بعد عندنا الثلاث أساسيات الثلاث حاجات اللي عندنا السياحة قناة السويس المسلم بالخارج حتى المسلم بالخارج للأسف وللأسف للأسف داخل دلوقتي ناس متأثر على المصر في الخارج لا حول المبلغ بتاعك لكذا لا ما تعملش المبلغ لا بلاش نروح الجهاز المصرف لا لازم رأي مش عارف لا ده ده غير وارد على الإطلاق ان احنا نصدق دول وان احنا نمشي وردول دولتك كبيرة وعظيمة وعريقة ومؤثرة مرت بشوية مشاكل او بتمر بشوية مشاكل مش معناها انك انت عينك ترتفع في عين الدولة المسؤول يتكلم زي ما انت عايز لكن إلا الدولة إلا بلدك ده مهم السقف اللي موجود قدام بلدك انت وبال لا عايز تنتقد اي مسؤول الرجل موجود متاح وتنتقد باحترام لكن فكرة البلد ومصر وبتاع لا على راسنا على راسنا على راسنا على راسنا على راسنا يا جدعان على راسنا